سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة بصلي أنكم تكونوا جميعا في صحة وفي خير ومحبة الرب سلام وتحية محبة لكم جميعا مننا افتقدناكم في الأسبوعين الماضيين وبشكر الرب أنه النهاردة عندنا فرصة أن نحن نكون معكم على المباشر أولا بصلي أنه الرب يقودنا في فكرة جديدة ونقلة جديدة تغير حياتنا وتقربنا منه بشكل أكبر دائما أولا بعتذر عن تغيير صوتي أنا عندي برد واضح جدا لكن أفضل أن أنا أكون معاكم وعندي برد ومعايا كوبايت شاي وحاجة كويسة وحشاركها معاكم ونشوف الرب عايز يعلمنا النهاردة والأفكار اللي هو عايز يكشفها لنا النهاردة عنوان حلقتنا هو آيات شيطانية بكلمة إيرانية هنتكلم النهاردة عن رواية آيات شيطانية للكاتب الروائي سلمان رجدي وعن محاولة اغتياله في الأيام الأخيرة بسبب الرواية والفتوى اللي صدرت عن من إيران عن الخميني بالتحديد بإهدار دمه وحنشوف مقتطفات من الأفكار اللي طرحها هذا الكاتب في الرواية وأثار هذه الفتوى على حياته أفكاره وهو كإنسان مهم أن نتوقف وننظر للإنسان كإنسان ونشوف أفعاله اختياراته أثرت على حياته إزاي وعلى الآخرين حواليه كمان وننظر نظرة قريبة للقاتل وعقلية القطيع وكيف تأثر هذا القاتل بفتوى صدرت قبل أن يولد ونشوف ده أثره إيه على واقع النهاردة لكن قبل من نتكلم عن كل ده عايزة أخذ دقايق نتكلم فيها أخصصها لموضوع حرق الكنائس في مصر في الأولى الأخيرة أولا تعزيا من قناة الحياة الفريق كله القيادة كل البرامج كل القادة مهتمين جدا ومتابعين جدا للأحداث المتتالية في مصر اليوم وطبعا بنعزي أهالي الـ 41 نفس إنسانية محبوبة مهمة عند الله اللي كانوا ضحية لهذا الحريق البشع منهم 15 طفل كانت حاجة موجعة جدا إن إحنا نشوف ألام الناس اللي فقدوا الأطفال دي والأسر اللي راح تتعبد فيحدث حدث مرعب بالشكل ده بنعزيكم بنصلي إنه المسيح الشافي شافي القلوب مغير كل الظروف اللي حواليكم هو اللي يكون سبب شفاقكم وسبب سلامكم وحضوره يكون واضح في وسطكم شفنا المفقودين من خدام الرب اللي في المسبح وخدام مدارس الأحد والأطفال وستة من أسرة واحدة فاجعة كبيرة يعني الحقيقة شعب الكنيسة فقد أحد الرعاة القمص عبد المسيح بخيت اللي كان في المسبح وفي وسط الأداس وانتقل في لحظات في ثواني وقع شيء محزن وموجع جدا بالرغم إننا كما يقول الكتاب إننا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم ونعلم أيضا أنه لنا الحياة هي المسيح والموت ربح لنا لكن بنتقل وبننكسر من أجل ألام الآخرين وفقد الأعزاء بصلي إنه يكون الرب اليوم هو الحاضر في وسطكم هو السيد الرب المعزي كل حزين وجابر كل مكسور الله التعزيات نفسه يكون معكم اليوم عندي تعليق على الحادث الحوادث مش الحادث أنا مليش في نظريات المؤامرة لكن عندي تساؤلات والتساؤلات اللي عندي عندي ناس كتيرة فواحد إنه في عشرة أيام سمعنا عن ست حوادث واحد ماس كهربائي وحريق في كنيسة الأمبابولة في أرض الجولف ده ما حصلش فيه ضحايا ده كان يوم 8 أغسطس وطلعوا تجزيب قالوا إنه ممكن ما يكونش أو ممكن يكون الحادث تكبر شوية وإنه كان حريق بسيط لكن كان حريق بسأل عني ماس كهربائي برضو أثنين ماس كهربائي وحريق بكنيسة أبوسفين والجيزة يوم 14 أغسطس وده كان فاجعة كبيرة جدا ماس كهربائي وحريق بكنيسة العدرة والأمبابوسى الأسود وده كان يوم 15 ماس كهربائي بكنيسة الأمبابشوي وبالمينيا الجديدة يوم 16 شوف الفلسطايد اللي جاي ماس كهربائي وإخلاق للمصالين خلال نهدة السيدة العزراء بكنيسة القديس ماكسيموس والأمباب دوماديوس والأمباب موسى أعتقد في سكندرية كان يوم 17 يعني الصورة اللي جاي أعتقد هي الصورة بتاعت كنيسة الأمبابشوي في المينيا لكن يعني شايفين قد إيه طبعا الكنيسة دي كويس إنها منعزلة في حتة بعيدة عن الناس والمساكن لكن كانت يعني برضو الكنيسة تدمرت بشكل كبير كده وبعدين يجي بقى للسيطرة على ماس كهربائي بكنيسة القديسة العزراء مريم والشهيد أبانوب في البراجيل مركز أسيم بالجيسة شوف السلايد اللي جاي كده وده من الحادثة الأخيرة اللي هي كانت مبارحة أنا يعني مبارح كنت بصلي بقول له رب من فضلك ما صحاش على فواجع تانية ما صحاش على حرائق تانية شايفين موضوع الماس الكهربائي بقى ده ده الباكس بتاع الكهرباء شكله بدائي جدا شكله يعني فيه مشاكل لكن مفيش عليه أثار حريقة الدخان جي منين الماس جي فين معرفش لكن دايما تلاقيه موقفين جنب الباكس ده لو اعتبرنا أن الصندوق الكهرباء ده بدائي ومتأخر ومهتز نفسيا ومعندوش دم وكل ما تريد أن تقول فهل الجامع اللي فيه صندوق كهرباء في نفس المنطقة عنده بصندوق أفضل؟ شكله أفضل؟ مغمول بطريقة أفضل؟ ويعني ولو لأ وكل متساوي وهو ده المغمول بيه في مصر ليه مش شايفين أي ماس كهربائي موجود في الجوابع؟ ليه؟ أو المدارس أو المنشآت العامة أو يعني أي مكان عليه تحميل كهرباء واستخدام من ناس كتير مثلا ليه كنيس بس؟ ربنا يحمي الجميع المدارس والجوامع والمنشآت العامة والكنيس ربنا يحميكم لكن اللي أنا شايفها ده يعني خلينا نتساءل ولو المواصفات اللي موجودة في بناء المنشآت العامة منها مشاكل في باكسات الكهرباء ليه ما فيش مواصفات تحدد؟ إيه اللي يحصل وإيه اللي يتحطوا والمنشآت ما تتفتحش اللي بيها ويعني فين؟ فين اهتمام الدولة بده؟ عشان نأمن الناس مش كلا اللي أستاذنا يجيب سويرس كتب تعليق حزين وغاضب اللي قال فيه أنه يعني حاجة زي كده لما نبقى نعرف السبب نبقى نحزن ونبقى ناخد العازة حاجة زي كده هل من حقه؟ هل من حق المسيحيين أن هم يفكروا هو يعني ليه بتكتر الصدف لما يكون دخص بالمسيحيين الأقباط أو المسيحيين عموما؟ ليه؟ يعني أن الحوادث تكون متتالية بالشكل ده في ذكرى فد ربعة مثلا صدفة خلي عندنا رحمة خلي عندنا رحمة بالناس في وسط ألمهم من حق الأستاذ سويرس وغيره من المسيحيين ومسلمين على فكرة بيتسألوا إهمال من الكنيسة؟ إهمال من الدولة؟ ولا في أمور أخرى؟ يجب أننا ننتبه لها أنا ما عنديش معلومات محددة إذا كان ده بفعل فاعل ولا لا لكن في أمور يجب أنها تتغير وأسئلة يجب أن تسأل ويجاب عنها في جنيسة القديسة بوسفين في مبابا أنا هاخدها يعني كمثل أولا الخدمات المدنية أنه الإسعاف والمطافي اللي موجودة وراء الكنيسة اللي متاخدش تلت دقايق يعني ماشي عشان يكونوا موجودين تاخدهم ساعة وثلت عشان ييجوا ما سمعوش السويت ما سمعوش السريخ ما شافوش الدخان يعني أنا وانا بشوف الحادثة تخيلت كده أنه الناس بتوع المطافي دول قاعدين بيخلصوا الفطار يا عمنا لسه عامل الفول يعني ما خلص بس أكل لقمة ده اللي جي في بالي والناس بتتحرق الخدمات المدنية كنت أخرها مسؤول عن موت الكاثرين في ناس ماتوا في لحظات صحيح لكن الخدمات المدنية لم تقوم بدورها وده يجب أنهم يسألوا عليه لما حصلت حادثة في أمريكا للراجل اللي دخل وقت الأطفال في مدرسة والبوليس وقف البوليس كان موجود في 3-4 دقائق لكن اتأخروا في أنهم يدخلوا جو المدرسة دقائق مات فيها ناس كلهم بيتحزبوا الدولة كلها أيمة عليها من المبادئ الأساسية أن نحن ننظر إلى الخدمات المدنية المقدمة للناس علشان نحافظ على حياتهم هنا ما فيش عربية إسعاف بتيجي لبيت حد تطلب عربية الإسعاف تقول له ما لو قعت تيجي عربية الإسعاف وعربية المطافي الاتنين طب ليه أنا ما عنديش حريقة يقول لك احتياطي اللي وقع ده ممكن يكون محتاج نجيبه بسلم ممكن يكون ما خدش باله وحريقة بياخدوا احتياطاتهم لأن الناس مهمة عندهم مشكلة أن لا نرى قيمة الإنسان عندنا منهم كتير عندنا ربع مليون طفل في خمسين يوم اهتموا بالإنسان حتى لا نسأل الأسئلة دي خلينا نشوف السلايد اللي جاي شايفين الشارع ده على يمين العربية باب الكنيسة ده شارع ازاي ازاي ده شارع فيه منشأة عامة الناس بتروح تتعبد فيها مشكلة مشكلة ان الناس تبقى يعني لانهم ما عندهمش امكانيات يوافق على كنيسة تتعملهم في مكان كويس يحافظ عليهم يشتروا لهم مبنائين ثلاثة ويضموهم ويعملوهم كنيسة ويعملوها بطريقة مظبوطة فطبعا لازم هتحصل كوارث زي كده الكنيسة ده عرض شارع طبعا معروف ان منطقة انبابة منطقة فيها كم من ناس هائل جدا وانها شوارعها ديقة وحاجات زي كده لكن ادوا للناس فرصة انها تتعبد في اماكن مناسبة حقهم الاساسي لو جامع عندك كم جامع على ناس كم شارع في البابة ادلي نواجه نفسنا الكنيسة مدخلها متر السلم عرضه متر كنيسة في مبدأ ليه يعني ميت عمارة الكنيسة في الدور الثالث اعتقد حاجة زي كده يعني الثالث او الرابع وبعدين بقيت الادوار فصول مدارس احد ما فيش سلم تاني سلم حريق مثلا سمعنا الاب الكاهن كاهن الكنيسة بيقول انه هما بيحاولوا يبحثوا انه يعملوا مدخل تاني او سلم تاني وانه حتى لو هيحطوا سلم ورا ماينفعش عشان الشوارع دايقة طبعا انا قلت يعني الشوارع دايقة ايه يعني ما يعرفش ينزل سلم معدن مثلا لا اهو واضح ليه شوف الصورة اللي بعد كده زاوية اخرى لمكان الكنيسة يعني الشوارع كلها ما فيش منفس يعني انا بس بقول ان دي مشاكل لازم تتحل ولازم ينظر لها لان الناس مهمة لازم توفروا كنائس امنة للناس السؤال هل يستطيع المسيحيين انهم يمنوا كنائس كما تمنى الجوامع انا عندي حيطة اارض هبني عليها كنيسة عايز تصريح زمان كنا بنقعد بالاربعين سنة والخمسين سنة دلوقتي اربعة خمسة اسئلة حقه ولا مش حقه حقه ده موازي للجامع اللي بيروح ياخد تصريح ياخده كده هو واقف عشان الرجل بقه هو واقف ياخد بركة يعني هو انا همضيلك فهاخد حسنة لكن الكنيسة لأ فيعني نهيج بقى على اللي طلع الكريمة بيقولك الكنائس ترمم من بيت المال من حق الكنائس انها ترمم من بيت المال غالبا ده ما ارش الدستور وما يعرفش اذا كان الكلام ده يعني مقبول دينيا ولا لانت قلت هتعمل هتساعد الشيخ الازهر هيروح يرمم ابو سفين ولا حتى واحدة من الست كناس اسئلة كتيرة لازم ننتبه انه لو كنا عايزين نغير الوطن لو كنا عايزين نغير العلاقات الانسانية لو كنا عايزين نبني في الناس اللي حوالينا يعني رجاء انك تعيش بحياة دية وتعيش كانسان تحترم انسانيت انسانيتك وانسانيت اللي حواليك لازم نغير القوانين ولازم الدولة تعمل على ده وان كان في حاجة غير معروفة في الامر ده فانا برجو انه الدولة تنظر في الامر وانه حرق الكنائس يقف وانه مش كل 15 اغسطس هيبقى عندنا مسات كهربائية بالجامعة كده حرام عليكم يعني ننتقل بقى الى موضوع سلمان رشدي او رشدي زي ما بيقولوله كتاب ايات شيطانية خليني يقولكم القصة باختصار انا مهمنيش النهاردة ان انا اقعد بقى افصل الكتاب لكن اقولكم القصة لمن لم يسمعها يعني فيه ناس اتولدوا بعد ما كل الاحداث دي حصلت في بداية كتابته للكتاب سلمان رشدي هو كاتب روائي بيكتب بطريقة خيالية مرتبطة جدا بفكرة الف ليلة وليلة مثلا يعني في كتاباته هو قالك انه هو تأثر جدا الكتاب اللي تأثر بيه في حياته هو كتاب الف ليلة وليلة وانا فكرت انه كلنا على فكرة تأثرنا بهذا الكتاب ولانه من خلفية هندية فهو متأثر بالقصة دي بشكل خاص لانهم برضو بيحبوا الحاجات الخيالية زينا وهي القصة اللي ماما وبابا بيقرهاننا بالليل او جدتك او افكاره ارتبطت بالطريقة دي من الكتابة والخيال كتابته فيها فلسفة مع خيال فيها يعني بحث في النفس الانسانية مع خيال فيها طريقته فيها في الكتابة كمان انه يبتدي من يبتدي في مكان ويروح راجع للماضي وبعدين يرجع للحاضر وبعدين يروح هطلع في حتة خيالية وبعدين يدخل شخصيات في بعضها في القصة بطريقة خيالية وهكذا هي طريقته في الكتابة مرهقة مش متعود عليها ولكنها ممتعة جدا اللي بيحب القصص الخيالية لكن عنده رسالة نعم عنده رسالة وعنده فكرة وقارئ جيد جدا آيات شيطانية كان كتاب كتبه بعد ما كتب عدة كتب مختلفة قبله أنا عايزة أخد يعني مقطع من مقال كتبه الأستاذ محمد الغيتي وهو صحفي أنا الحقيقة ما تعرفتش عليه قبل كده بس حد بعث لي حد بعث لي المقال ده بيقول كده الأستاذ محمد في بداية المقال بيقول أنه حين عرفت بخبر محاولة قتل سلمان رشدي الراقد بين الحياة والموت الآن ويرجح الأطباء أنه فقد أحد عينيه وحركة زراعه لو أفاق استعدت الزكرة الحاضرة لأول اعتراف رسمي بيك صحفي بمعنى إدراج اسمي بكشف متدربي الشروق بعدما كتبت عرضا متوالا وذكرات رشدي في 2012 وبيقول أنه ما يعرفش الرجل شخصيا وكده لكن الحقيقة أنه المقال اللي كتب مقال طويل ولكنه ممدع جدا جيد جدا محايد جدا في بحث مطول ولهو هجومي ولهو انفعالي ولكنه بيحكي قصة الرجل ده عاش إزاي تعلم فين الأحداث كانت إيه لما سلمان رشدي في 1988 1988 كتب آيات شيطانية الخميني في 1989 أصدر فتوى بإهدار دمه ووضع عليها مبلغ مالي كبير والدنيا قامت ومظاهرات ومش عارف إيه والأستاذ محمد الغيتي بيحكي لنا إزاي سلمان رشدي دخل في لأ نفسه بين يوم وليلة هو قاعد مع عياله ومراته وكده وفجأة لأ نفسه رايح يعمل بيقولوله أنت عليك فتوى ولازم دلوقتي تدخل تبقى تستخبى فده كان فارق في حياته ومن هنا اتغيرت حياته بالكامل وقعت سنين طويلة بيروح من مكان لمكانه من حتة لحتة وحياته اتغيرت والحيانا تعطفت معاه كده لأنه أنا على الأقل قعدت عشر سنين من حياتي في من مكان لمكان مختفي من الناس اللي بيجروا ورايا فده شيء مرهق جدا ولكنه الحقيقة ما قسروش ما وقفوش ما خلهوش يكمل كتبته ويعلم فوق ده في حاجات هامة في حياة الراجل ده حقيقة عرفتها من الأستاذ محمد الغيتي بيقول كده انه وهو بيتعلم او في بداية انه هو يروح يستخبى بيقول كده لما عرف انه المسلمين او اي حد ممكن يجدوا من المسلمين هينفذ عليها هذا الحكم اينما وجد فبيقول فكر في انه منذ الان لم يعد سلمان رشدي القديم لم يعد كاتبا عاديا الف رواية عادية بل اصبحت رواياته في نظر معتنق الفتوى ايات شيطانية حرفيا واصبح هو بالتبعية شيطانيا نظر الى الصحفيين وهم يحدقون فيه وتساءل هل هذه هي الطريقة التي ينظر بها الناس الى من يساق الى المشنقة او الكرسي الكهربائي سأل احد المرسلين الاجانب عن مدى جدية تهديد الخميني فقال له يعني لا تقلق كثيرا ان الخميني يحكم على رئيس الولايات المتحدة بالموت ظهر كل يوم جمع بيقول له يعني ده الخميني نازل تهديد واهضار ده من الكل ويعني مش معقول هيكون ده جدي ولكن الواقع انه كان جدي جدا وحتى ولو بعد هذه السنين الطويلة النهاردة شفنا انه ده لأثر راح الاستاذ محمد لحتة مهمة او يحب اشاركها معك وانه ازاي يعني ابتدت فكرة الرواية معك واحد من اسد ذاته قال له كده يا سلمان لا تكتب ابدا التاريخ الا بعد ان يكون بامكانك سماع اصوات الناس وقفتني الحتة دي لانه فعلا يعني حقيقة لما ما ارى حاجة في التاريخ الاسلامي بالتحديد دايما في خيالي وفي تصوري الاحداث كان شكلها ايه حتى بتصور الاماكن بتصور الحديث الحقيقي اللي ممكن يكون كالدار بين محمد واتباعه حديث الاسبات الوحي بتاع خديجة ده مثلا يعني هل الصورة كانت زي ما كتبوها كده ولا كانت اقبح كثيرا كانت اقبح كثيرا في نظري فهذه النصيحة بيقول كده هكذا نصح استاذ التاريخ الشهير في جامعة كامبرج آرثر هيربرت عندما ذهب اليه ليخبره باختياراته لمادة قراءة التاريخ هو اختار انه يقرأ في مدة عن الاسلام والخلافة المبكرة لسنوات بعدها سيفكر في هذه النصيحة وسيضعها نصب عينيه حتى يكتب حين يكتب الادب ان لم يكن لديك احساس بالطريقة التي يتكلم بها الناس فانت لم تعرفهم بما يكفي وبالتالي لا تستطيع ان تسرد قصتهم هاخد من النقطة دي واروح لفكرة كتاب ايات شيطانية الحقيقة انه الفصل المخصص لبداية كلامه عن حياة محمد هو سمى الشخصية بهند ووضع في حوالين الشخصية دي اشخاص نعرفهم يعني زي هند بنت عدبة وابو سمول هو ابو طالب وعيشة وخالد وملال وعثمان حتلاقيهم يعني بيطلعوا يدخلوا جوه القصة كده لكن القصة اللي هو اختارها كانت قصة قصة محمد وموضوع الغرانيق العلا فبيقول كده واثناء درسته للموضوع الثالث قرأ نص الذي سيغير حياته حديث الغرانيق العلا تقول الروايات المذكورة في ابن اسحاق والواقدي والطبري ان الرسول محمد كان يتمنى ان يقرب الله بينه وبين قومه فجاء الشيطان واوحى له بآيات مضافة على سورة النجم تتتبع الآية الكريمة ارأيته ملاتي والعزة وملاتي السلسل الاخرى يصبح ما بعدها اولئك هم الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا ترتجى فسجد الكفار مع المسلمين حين سمعوا ذلك ثم ارسل الله جبريل معتبا الرسول فاصلح خطأوا وانزل الله في ذلك آية وما ارسلنا من قبلك من رسول من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان القصة دي محورية جدا في يعني قصة محمد وتعامله مع اهل مع قريش ومع اهله ومع صاحبته ويجي بعدها الهجرة وحاجات زي كده يعني فهي قصة محورية ويعني تكلمنا عنها كتير وانا مش عايزة ادخل في يعني مصدقية القصة او لأ لانه في ناس بيقولوا في من الفقهاء بيقولوا انه لا دي ما حصلتش وفي ناس بيقولوا انه محمد بيتكلم الشيطان تكلم وبعدين بيقولوا انه جبريل بكته او جي صلح الموضوع ونزه الآية فدي دي المعضلة دي موجودة ودي موجودة الاستاذ محمد بيقول انه ممكن سلمان رش دي كان عارف انه ده شيء ملوش يعني انها قصة غير حقيقية انا انا بعترض على ده لانه ما فيش حاجة بتقول انها بالتأكيد غير حقيقية عندك فقهاء وشوخ النهار ده بيقولوا انها ممكن تحصل فقال اسمع علي جمع يقولك ام ايه فالشطان رح جاي ايه وقال له ايه اسمعه كنت عطول كل نهار ده بس يعني عايزة عايزة خلص الفكرة فوجود هذه القصة كان بيوريك حيرة محمد وطبيعي جدا انه شخص ناشأ في هذا المكان يبقى عايز اهله ينضموله فكان حيران وده خلاه انه فعلا يقول طب وإيه يعني بديهم ده في جزء برضو اخر مهم جدا في سرد سلمان رشدي لهذه القصة في التحضير ازاي محمد عايز يتكلم عن هذا الاله فبيقول كده محمد عن لسانه اللي هو مهند ده بيقول قال حاجة غلط عن الاله فبيقولونه يعني او هو اللي بيعبر بيقول ونعرف الله منين يعني انا هعرف صفاته ازاي انا بقول لا اقدر عليه وهكذا فطبعا يعني دي لفتت نظري لانه يجب ان احنا نعرف انه دي كانت من مشاكل محمد الاساسية وانا بقولها يمكن في كل حلقة محمد لم يكن يعرف شخص الله الحقيقي فكان بيقول اي حاجة بعيدة عنه الكلام ده واضح وادهشني انه كان واضح للرجل ده من سنين طويلة الرجل ده اللي هو مؤمن عموما يعني ما عندوش خالص بل بالعكس هم ضغطوا عليه علشان خاطر يعني قالوا يمكن تتصلح حياتك لو لو اسلمت مثلا فالحكومة كتير من الناس في الحكومة البريطانية اللي حطت عليه حراسة 24 ساعة قرروا ان هم يقولوله طب يعني اسلم فاسلم ورجع في كلامه لانه ما كانش اسلم خالص يعني فطبعا دلوقتي بالنسبة للمسلمين يقولك ده بقى مرتد كمان فدي حاجة النقطة اللي بعد كده اللي اثارت غضب المسلمين برضو مش بس الغرانيق العرى لكن سلمان رجدي بيجي في جزء اخر من الرواية وبيتكلم عن المكان اللي سماه الجاهلية ويقولك انه في هذا المكان كان في مكان الداعرات وشخصيات الداعرات دول ربطهم بزوجات محمد فهو ربط بين الشخصيات اللي كانوا او الالام اللي كانوا بيعيشوها زوجات محمد وطريقة حياتهم وطريقة السرد لحياتهم وخلاها بقت زي بيت الدعارة وده مش اول يعني القراءة المتأملة حترشدك لده يعني كم مرة قلتلكم بيت الرسول ما كانش فيه اي حاجة غير تقسيم الاوقات الممكن عملها سجعة بس ملاش يعني ايضا الجزء الاخر اللي كان خصص فيه فكرة العلاقة بين عيشة والامام اللي هو يعني يتمثل فيه بين الخميني او التمثيل الشيعي الايراني لهذا الامر انا انا مكتفي بالقدر ده عن فكرة القصة لكن خلينا نبص للاحداث و ايه اللي حصل لهذا الانسان تفضل شوف الفيديو اللي جاي هنا الاول ما الحدثة حصلت في المؤتمر اللي كان حيتكلم فيه وبينقلوه والحقيقة انه هو يعني يتقال انه هو عنده من 3 ل 12 سطعنا وبيقولوا ليه هو اتهاجم واده صورة من صور في طهران لما صدر الكتاب ايه اللي حصل دا راجل ايراني في امريكا بيقولوا انه مبسوط ان دا حصل عشان الراجل دا تكلم على الرسول تخيلوا وعيش في امريكا ولسه بيقولوا لسه الخويني قدس الله نفسه ما عرفش بقى بيقولوا علي ايه الخويني هو اللي قال وانه دا لازم يحصل فكرة انك تاخد كتاب تحرقه دي حاجة اصيلة في الفكر الاسلامي احتقار الفكر ومقابلة الفكر بالشر دا اعلان من ايران بيقولوا ان احنا ملناش دعوة بده وانحنا لم نسبب ده الحادث ده في موضوع محاولة اغتيال سنبان رشدي خليني اخد مكالمة اهل البيك يا اخت فريا اللي تفضلي حاببتي اهلا بيك سلام ونعمة المسيح معاك اختي اماني سلام ونعم السلام عليك الله يحميك ومن الرش كالعادة شكرا اختي اماني اولا اقدم تعازية اللي فقدوا الشهداء في كنيسة ابو الشيثين وتعازي الرب اللي هو قال الرب انا انا هو معزيكم افيد قال الرب يسوع له كل المجل لا اترككم يتام اتي اليكم كانسان تعزي امه هكذا عزيكم انا فتعزياتي لكل اهالي الشهداء واصلي باسم الرب يسوع ان يشفي المرضى ويرجعوني الاهلم السالمين واصلي ايضا ان يحمي الرب جميع الكنائس في مصر والاقباط وكل شعب الرب في كل مكان يحميهم من كل شر ويحميهم من كل اذية باسم الرب يسوع له كل المجل ابي يعني ما عايش بمصر لكن انا اعرف لمن الاقباط يريدون يبنون كميشة يعني ياخذون موافقة صعوبة جدا جدا ومثل ما يمكن حضرتك تفضلت لعدة ثنوات اطول الموافقة لكن انا سؤال الاختي اماني هل اذا واحد يريد يفتح ناجي لي او او يعني ملها او شيء نسكن التعامل يتعاملون معانو يطول على ما يعطون الموافقة ما اتعرف هذا السؤال يعني في مصر لا هو طبعا اتفضل كميلي نعم نعم وايضا انا اقول لسلمان رجلي انه هذا من المعتاد على كل واحد اذا كلمة واحدة انتقد الاسلام وبحق طبعا كله بحق ادخم القيامة لكن ياما وياما اللي يستهزئون بالمسيح له كل المشي وبإمامنا المسيحي ما في قسف ولا في راع يطلع فتوى بالقتل او حتى بينهجوم عليهم نعم بالعكس نحب ونصلي ونقول الرب الرب يرحم نفس رب المشي نعم نفس رب المشي يسوع المسيح قالوا انه بعد زبول وقالوا انه الفريسيين رئيس الشياطين يخرج الشياطين اي هو كل المشي لا شال كيف ولا حتى بتجاوب بكل حكم وبكل نعمة نعم عادة لانه هو الله المتجسد القدوس شكرا شكرا حبيبتي ربنا يبركك هرد عليك يا حاضر اولا موضوع بناء الكنائس انا انا معرفش ايه الاجراءات دلوقتي اللي بتحصل لكن احنا شوفنا انه الدولة بنت كنائس كتيرة في الفترة الاخيرة اصلحت بعض الكنائس في الفترة الاخيرة في تقدم لكن انا بقول النهار ده عايز اعرف برضو انا زي في الريال زي كل عايز اعرف لو انا روح تقدم على بناء كنيسة في مصر اخذ تصريح وانا وقفة زي الجامع ولا لا لا السؤال ده لازم الناس اللي على الارض يسألو ويرد عليه القوانين اللي بتعملها الدولة علشان اولا سلمان روش دي الحقيقة في نفس الكتاب بتاع عيات شيطانية انتقد المسيحية والبوزية واليهودية والسيخ والبلانت بتاع القصة بيحصل فيه هجوم ارهابي من سيخ مش من مسلمين مثلا فاللي بيطردوا المسلمين بس واللي فرحان المسلمين ليه لانه هذا الاله اهب قلوبهم لانه هم المدافعين عنهم وهم المحتاجين انه يحصلهم عملية يشفى غليلهم زي ما بيقول ف دي فكرة مطروحة خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ممكن تحط الفيديو على الشاشة وانا حال بعدين حط الفيديو صورة كاملة هادي مطر طلع نزل طعن فيه فالرجل ده كان بيدافع عنه وبيحاول يشيله من فوقه فالسكينة دربوا بالسكينة وقطع له حجبه زي ما انتم شايفين على فكرة الراجل ده عنده المؤسسة بتاعته هي اللي بتعدد الكتاب اللي بيطردوا من بلادهم بسبب كتابتهم فالمزيع في الاخر بتقول له انت عايز تكمل معاه الانترفيو فقال لها ده حيكون الهدف لانه مش لازم حد ياخد حريتنا في التعبير او على الاقل يعني مش هنخليهم يكسبوا يعني سلمان رشدي في نفسه اما كان بيتكلم في موضوع الهروب والهجوم عليه والكلام ده كله وقال انا استشهد بنجيم محفوظ وقال انه نجيم محفوظ اعتودي عليه بنفس من اجل كتاباته ايضا ونشوف النهاردة انه هو اعتودي عليه بسكينة زي ما حصل لنجيم محفوظ الكلام ده مصدره ايه؟ خلينا نشوف القاتل بقى اللي انا يعني عايزاكم تبصوا على الولد قبل ما نحط الفيديو دي يا واحدة الولد ده عنده 24 سنة هادي مطر من لبنان مولود في امريكا يعني شيء غريب جدا ده مولود في امريكا لما تولد تولد بعد ما الفتوى صدرت يعني ما كانش موجود في وقت صدور الفتوى لم يعاصر هذا المشهد اصلا النهاردة لما تيجي تسأل الناس اللي موجودين حد فيك وايات شيطانية هتلاقي معظمهم ما ارهوش حتى اللي في سني اللي كانوا موجودين وقت الاحداث انا لم اقرأوا في الزمن ده لان انا وقتها كان كنت يعني مشاكلي الاكبر في الصراع بيني وبين اهلي في مسألة الدين ما ارهوش لكن تبعت باهتمام وعارف القصة ده راجل ما كانش موجود اصلا في هذا الوقت ممكن اهله ما كانوش اتجوزوا حتى في هذا الوقت فالولد ده كيف تعبأ بهذا الشر وهذا يعني الجراءة على روح وعارف هو هيدفع التمن ايه ام هادي مطر قالت انها انها راح لبنان ورجع مختلف الله اعلم اذا كان ده حقيقي ولا لأ ولكن لبنان مين مسكها حزب الله ايران الراجل اللي عمل محاولة اغتياله قبل كده دلوقتي هو عند ايران مازال حد النهاردة بطل الابطال دلوقتي هادي ده بتدوا يعملوله فيديوهات بقى البطل اللي مش عارف ايه بردو عشان ايه عشان كتاب انت مقرطوش هادي مطر لم يقرأ هذا الكتاب ولا يعرف لو اذا صدرت الفتوى خلينا نشوف الفيديو سالمن رشتي attacked and stabbed on stage certainly we weren't expecting to hear from his accused attacker who remains behind bars but that is exactly what happened today thanks to a jailhouse interview with a downstate newspaper reporter stephen vagos with the new york post spoke briefly today with 24 year old haدي مطر in a video chat from inside the chautauqua county jail the paper reported that مطر wouldn't say if he was inspired by the bounty that was put on rushti's head by the former leader of iran the suspect said that his attorney advised him not to talk about that but he did deny being in touch with iran leading up to the attack mottar says he planned it when he saw the chautauqua institution post about this event last winter and that he took a bus to buffalo last thursday and then took a lift down to chautauqua the next day the post says mottar told them that he surprised rushti survived the stabbing and that he called the author quote not a good person ok okay is that mottar director of the hu leider County only 24 years old that in the right 40 years old is floating in the centre راح واحد صاحب في عمل معه مقابلة وبيقول انه هو شاف الاعلان عن المقابلة اللي كانت هتحصل مع سلمان رجدي في الشتا اللي فات فرقده بقى عارف انه هو صدر ضده فتوى من ايران غالبا هو ممكن يكون من الشيعة وراح ما عارفش بقى راح قبلها ولا راح بعدها لبنان الله اعلم ولكن قرر انه هو حيهجمه والمكان كان مفتوح والدعوة مفتوحة وقال لك انا انا ركبت من من مكان لمكاني ممكن ست ساعات عشان اوصل واقوم بالمهمة دي واندهش جدا لما سمع انه رجدي ما ماتش كان فاكره مات ورأيه انه لازم يموت لانه راجل شرير او قال عليه الفاز يعني اوكي رايز اديكم مجموعة من الافكار السريعة مين السبب في انه ولد زي ده كل معلوماته عن رجدي انه قال حاجة ما عجبتش الخميني او ضد الاسلام مين السبب في ان هذا الرجل الولد الصغير يتحول من انسان ممكن يكون كان ممكن يبقى دكتور كان ممكن يبقى راجل اعمال كان ممكن يبقى يعني اب لعيلة وجد لأولاد ويبقى عنده استقبل الى قاتل هيقضي بقيت حياته في السجن مين السبب البذور الشريرة الشيطانية التي يزرعها الفكر الاسلامي في قلوب هؤلاء تحول الانسان الى آلة قتل تعلمه انه الفكرة تجابه بالسكين طالما انك بتتكلم عن هذا الاله يعني الاله الذي يدعو انباعه انهما يزودوا عنه يدفعوا عنه يشتري من المؤمنين اموالهم وانفسهم دي البضاعة اللي عنده فراح علشان يكسب رضا هذا الاله وحياته تتحول الى جحيم هنا وهناك وصلي لله يتقابل معاه ويعطيه توبة حاجة حصلت من سنين فكرة قالها الخبيني اللي احنا النهاردة يعني يعني النهاردة الحميني اللي عملوا مع سلمان رشدي نحنا بنشوفه مين ما تكفرش مسلمين ومسيحيين او لا دينيين مين ما تكفرش ده ده الوقت كل كم اسبوع تلاقي حد بيتكلم عن ال ال الكلام في الزات الالهية واللي انت بتقوله ده كفر ولو ما صليتش يبقى كفر ولو قلت مش عارف ايه يبقى كفر لو نحنا دلوقتي بقى يعني الموضوع يعني تفاقم كثيرا فبقينا فاهمين فانا بقول اللي تزرع الوقت الخبيني النهاردة شوفنا سمره اللي بتزرع الآن في قلوب وعقول البشر اللي تحت سلطة هذا الدين الشيطاني هنشوف ثماره القادمة في المستقبل هتكون ضحياها ناس نعرفهم وما نعرفهمش ممكن يكون احنا لكن انا بصلي ان الله يتقابل مع هؤلاء لانه ما فيش حل الا يسوع المسيح عايز اقول لكم مقولات قالها الراجل ده في سلمان رشدي في مقابلة معينة سمعتها وعجبتني جدا المزيع بتقوله ماذا عن الخوف في حياتك فقالها الخوف طاغية لا تختبئ منه وجهه وضعه في القفص وإلا يسيطر عليك فانا بقول كده انه الحياة هو فيهم فكرة مهمة حررته شخصيا لكنه مش هتحرره روحيا المسيح بقى بيقولك انه ما فيش خوف مع الله فيه امان مع الله دي فكرة مهمة هو قرر بعد فترة انه مش هيعيش في مستخبي تاني لانه عارف انه اللي بيواجه ضعيف وهو مش هيخاف منه وقالك ان المصدر الدين المتعصب او التعصب هو جزء المشكلة الاصلي هي دي بذور الشر فقا الدين المتعصب بقولها للمسلم والمسيحي الاسلام لبه يعني هو تكوينه تعصب العرق لشكل لدين لأداء معين لكن احيانا احنا المسيحيين بنتعصب لحاجات بعيدة عن الله فزا كان دا فيك او فيك توبي وتوب التعصب الديني اللي بيخلي دينك ريليجيس ايدياز التدين الشكلي بيقود فكرك وحياتك يؤدي للهلاك وفيها بزور شر مهما كانت قال من ضمن الحاجات اللي قالها تعلمت اني احارم ولا اجبن الجم غير الاحترام انت احترم غيرك احترم الشخص لكن الفكرة من حق ان اناقشها ومن حقك ان تناقشها الفكرة انك يعني متتكلمش في دا عشان متجرحش حد و متناقش دا عشان متجرحش حد دا يعني هناك اسلوب لمناقشة الفكرة باحترام للاشخاص يخليك ما تخافش انك تتكلم وتعرف انه اللي قدامك له حق زي ما انت لديك حق فلا نخب جبننا في صورة احترام الغير وده على فكرة في الدول الغربية عندهم يعني political correctness يعني لازم نكون منضبط في تعبيراتك كون منضبط ولكن لا تكون جمال اللي حررنا النهارده وحرر ملايين من العابرين النهارده هو ان احنا ما جابوناش ان احنا نقول الحق وجدنا الله فحنتكلم عنه وجدنا الحق فحنتكلم عنه وعرفنا وعرفنا الشرر حنتكلم عنه سؤال الاخير اللي سألته ليه المذيعة وانا ده اهم ما حب اختم به قالت له ايه هو خوفك الاكبر فقال لها ان انتهي ان انسى oblivion to go to oblivion يعني ان انسى لا اعود موجود فسألته ليه فقال لها خسارة ان الكتب اللي انا كتبتها دي ما تدومش يعني لازم يبقى ليها اثر هسألك سؤال عن النفس البشرية عمل الانسان غالي عليه وقيم في عينيه ومش عايز ينتهي الانسان مش عايز ينتهي بس عايز اقول لك حاجة قارن ده بمحبة الله ليك اللي بيقول انه هو الله معقول يسيب السماء وييجي عشان خطري انا وينزلي انا ده خريف ده كذا لا اذا كان عملك اللي انت بتعمله علشان يكون لك اسم ويكون لك مكانة او يكون لك جنة او يكون غالي في عينيك فالله اللي عملك ابوك بيقول لك انت غالي علي فايوا اسيم السماء واجيلك واديك حياة الله يريد ان يعطيك حياة اسفة جدا يعني انا اسفة انا انا معاكو برد ولا مش برد انا اسفة ففكر في محبة الله ليك واحد زي سلمان رشدي قاسة كل ده علشان خاطر هو بيكتب عمل فاكر انه هيغير البشرين ويمكن فعلا يغير الناس لكن التغيير الحقيقي هو اللي هيغير ك ليوصلك الى حياة ابدية لمعرفة الى حقيقي يحبك سلمان رشدي زي وزي الكثيرين عرف انه الفكر الاسلامي ده ليس من الله هو عرف اللي مش الله خلاص ولكنه لم يعرف الله فانا بصلي النهاردة انك تاخد وقفة في حياتك النقلة بقى انك تقول رب يعني انا غالي عليك كده عرفني المسني طبني وصلني ليك صلاتي ليكم لمسة خاصة من الله النهاردة وشفاء وسلامة للجميع ومحبة من الله تغير قلوبكم وافكاركم حب اسمع تعليقات على حلقة النهاردة وحب اعرف لو حد عنده فكرة عن القوانين الموجودة في التعامل مع بناء الكنيس النهاردة يريد يبعت لي على الخاص او تكلموني على الواتساب وتبعتولي معلومات في هذا الموضوع حب اعرف اذا فيه تغييرات حقيقية على الارض ولا لأ بشكركم وبصلي ان الله يتلامس معاكم في كل وقت في اسم يسوع وإلى اللقاء